بداية لنعرف ما هو الحمل الحمل هو نسبة شيء إلى آخر الحمل الذاتي الأولي الحمل الشائع الصناعي فدسنا لهذا اليوم هو تحت عنوان الحمل بداية لنعرف ما هو الحمل ولماذا سمي بالحمل سيوضح هذا السؤال الأخ علي نعم الحمل هو نسبة شيء إلى آخر وسمي حملا لأنه يقع بين الموضوع المسند إليه والمحمول المسند ويتم بحمل المحمول على موضوع أي بنسبته وإسناده إليه فالحمل هو ما يعرف في علم النحو بالإسناد إذن هنا عرفنا إن الحمل يقع بين ماذا وبين ماذا يقع بين الموضوع والمحمول كأن نعطي مثالا السماء منطرة أو محمود عالم أو نعطي مثالا أبسط وهو الإنسان حيوان فالإنسان هو الموضوع والحيوان هو المحمول فحملنا المحمول على ماذا حملنا المحمول على الموضوع فنقول إن الموضوع هو الإنسان والحيوان هو المحمول نطبق هذا المثال ونقول وضع المناطق شرطين ليكون هذا الحمل صحيحا ما هذان الشرطين الشرط هو أن يكون الاتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة وأن يكون التغاير من جهة أخرى نرجع إلى مثالنا السابق وهو الإنسان حيوان هل يصح أن أقول إنسان إنسان؟ لا يصح ليس هناك شيء أو هل أستطيع أن أقول إنسان جماد؟ لا شيء مشترك فهنا قال المناطق تحت عبارة قالوا لا يصح الحمل بين المتباينين المتباينين كان أقول الإنسان والجماد لا مشترك بينهما لا اتحاد بينهما ولا يصح حمل الشيء على نفسه إذ الشيء لا يغير نفسه كان أقول الإنسان إنسان وإن نعرف الآن ما هي أقسام الحمل أقسام الحمل ينقسم إلى أقسام القسم الأول وهو الحمل الذاتي الأولي وحمل شائع صناعي سيبضح بين القسمين الأخ كراه الحمل الذاتي الأولي هو ما كان الاتحاد فيه بين الموضوع والمحمول في المفهوم الاتحاد بين المسند إليه والمسند يكون في المفهوم والتغاير يكون في الاعتبار مثال عندنا الإنسان حيوان ناطق فنلاحظ أنه فمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق هما نفس المفهوم عندنا فهنا الاتحاد مفهوم واحد متحدان والتغاير الاعتباري بينهما التغاير الاعتباري بينهما في أن الإنسان بالنسبة إلى حيوان ناطق عام الإنسان بالنسبة إلى حيوان ناطق يكون مجمل والحيوان ناطق بالنسبة إلى إنسان يكون تفصيلا يكون مفصد فالتغاير بينهما هنا لاحظ نقطة التغاير تكون في الإجمال والتفصيل أو قل إن التغاير الاعتباري بينهما في كون الإنسان معرفا وحيوان ناطق تعريفا أو معرفا ثانيا الحمل الشائع الصناعي هو ما كان الاتحاد فيه بين الموضوع والمحمول في المصداق والتغاير في المفهوم نلاحظ هنا الميزة هو عن الحمل الذاتي الأولي في النقطة الأولى الاتحاد يكون عندنا في النقطة الأولى في المفهوم والتغاير في الاعتبار ولكن هنا عندنا في الحمل الشائع الصناعي الاتحاد في المصداق والتغاير في المفهوم مثال عندنا الإنسان حيوان فإن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان هنا أصبح عندنا تغاير بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان ولكنهما مصداق واحد عندنا أو متحدان إذن نستطيع أن نقول كل إنسان حيوان وسمي هذا عندنا هذه النقطة بالحمل بالشائع الصناعي هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم رابعا حمل المواطات ويسمى أيضا حمل هو هو بمعنى أن الموضوع هو المحمول أي أن ذات الموضوع نفس المحمول وإذا شئت فقل معناه هذا ذاك مثل الإنسان ظاهك ويدخل فيه حمل الكليات الخمس بعضها على بعض كما في المثال المذكور حيث حمل الخاصة على نوع رابعا حمل الإشتقاق ويسمى حمل ذو هو كحمل الضحك على الإنسان فأنه لا يسح أن تقول الإنسان ظحك بل الإنسان ظاهك أو الإنسان ذو ظهك وسمى حمل الإشتقاق وحمل ذو هو لأن هذا المحمول هو الضحك في أمثالنا بدون أن يشتق منه اسم كالظاهك أو يضاف إليه ذو لا يسح حمله على موضوعه فيقال للمشتق كالظاهك محمولا بالمواطات وللمشتق منه كالظحك محمولا بالإشتقاق أي اشتقينا المحمول من الضحك وهو الضاهك ولم نقل الإنسان ظحك بل بالإشتقاق خرجنا محمولا وهو الضاهك أولا أخذنا القسمين الأول القسمين أخذهم الأكرار وهما الشاع الصناعي والحمل الذاتي الأولي ما الفرق لاحظوا هنا قال نجعل الشرطين ماذا قلنا؟ التحاد وتغاير فإذن هو قال ماذا قال؟ الذاتي الأولي أين أصبح الاتحاد؟ أصبح الاتحاد في المفهوم لكن أصبح التغاير أين؟ أصبح في الاعتبار ولكن في الشاع الصناعي الاتحاج في المصداق وأصبح التغاير في المفهوم أما القسمين الذي شرحهما الأخ علي وهما حمل المواطاة وحمل الاشتقاق ما هو الفرق؟ في حمل المواطاة أصبح اتفاق أصبح ترابط بين الإنسان والضاحك لكن عندما قال في الاشتقاق أصبح الضحك هو مشتق من ماذا؟ مشتق من الإنسان هنا انتهينا من هذا الدرس الحمل سنتقل إلى موضوع آخر وهو الاستقراء سيوضح تعريفه لنا الأخ علي الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كله ققاعدة عامة هنا الاستقراء أيضا ينقسم إلى قسمين أولا الاستقراء التام سيوضحه الأخي الله الاستقراء التام هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه مثال عندنا لو أردنا أن نعرف أن من بين الطلبة الدينيين في النجف الأشرف طلاباً أفريقيين فإننا بهذه الحالة فإننا سوف نستقرأ كل طالب موجود في النجف الأشرف استقراءاً كاملاً نستقرأه استقراء كاملاً حتى ننتهي بالنتيجة وهذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل كاملاً لجميع الجزئيات الكلي والانتهاء إلى نتيجة منه يسمى بالاستقراء التام هنا نلاحظ عندما قال في الاستقراء التام قال جميع جزئيات الكلي سأتبع جميع هذه الجزئيات لأصل النتيجة لكن الفرق هنا في الاستقراء الناقص ماذا يقول؟ وهو تتبع بعض الجزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه مثل ما نقول عالم الرياضي عندما نريد معرفة هل درجة زاويتين القاعدة في أي مثلث متساوي الساقين أم لا فإنه عن طريقة سيأخذ البرهان ويضع المثال أو مثالين ويصل إلى الاستقراء وعممه على جميع القوانين فيقول كل مثلث متساوي الساقين زاويتاء القاعدة فيه متساويتان وهذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين